أو بالكورة أساساً يعني طيب أروح للنقطة تانية وهي إصابة أكرم توفي اتحاد الكورة أعلن النهاردة أو أعلن منذ لحظات إصابة أكرم توفي بقطع في الروباط الصليبي للأسف وأحمد فتوح عنده شد في عضلات الساق طيب إصابة أكرم توفي أنا يعني آه الإشاعة والمنتخب أعلن نتيجة الإشاعة لكن أنا عندي يقين بإذن الله إن شاء الله أكرم خلال الساعات القادمة لازم يكون في القاهرة ويجري فحوصات تانية لأن أشعة الرانين المغناطيسي الإمكانيات الطبية في جروة أنا من أبارح بقول ده وبأكد على ده يا جماعة يعني لا مش مؤكدة المكان هناك طبعا غير مؤهل لطبيا أبارح حتى في بيان المنتخب لما أعلن أن أبارح تعذر إجراء الأشعة بسبب الظروف هناك وتعطل الجهاز والنهاردة لما عملها الجهاز أثبت أنه عنده قطع في الروباط الصليبي لسه عندي أمل ولا واحد في المية يرجع أكرم إن شاء الله للقاهرة ونعمل أشعة رانين ونتأكد من إصابة يعني أكرم توفيق خلال الفترة اللي جاية لكن الأشعات هناك والظروف الطبية يعني أنا واصق وعارف أن أروح تجروة أكتر من المرة وعارف الأمور هناك عاملة إزاي أتمنى يا ربطك أن نتيجة الأشعة غلط ويرجع أكرم وتبقى الإصابة يعني أخف من كده بكتير حتى لو عتيجي على جزع في الروباط الداخلي للرجبة وقف ألف سلامة كمان على أحمد فاتوح عند شد في عدلات السق وبرضو سمعت إنه هو لعب وهو مصاب لأنه كان قبل المباراة بيوم واتنين كان عنده إصابة وما كملش تدريبات لكن فوجينا إنه هو بادي المباراة طيب أروح لحاجة ثالثة كمان متعلقة بقى بالنهاردة تصرحات للحاجة عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لما أتكلم على الشرط الجزائي لكارلوس ساكيروش أنا مش هتكلم عن أرقام بيقبط 130 ألف يورو هو الجهاز بيقبط هو 80 ألف والجهاز 50 قصتي مش قصة أرقام هو عصة لما كان بيتفاوض مع جنوب إفريقيا بيتفاوض على 50 و60 ألف دولار قبل ما ييجي حتى منتخب مصر لكن أدبياً إحنا تعلمنا كده وشفنا كده في كل السنين اللي فاتت أدبياً لما يكون فيه مسؤول أو شخص بيدير لجنة أو بيدير مكان لمدة شهر أو اتنين لما بيجي يعمل تعاقد بأرقام مالية كبيرة أدبياً مش بأتكلم قانوناً كمان لا بأتكلم أدبياً لازم يرجع للجهات المختصة للصرف على هذه المبالغ على الجهاز الفني اللي عقده ممتد معنا لغاية نهاية 2022 إذا وصلنا لكأس العالم الناس تقول لي ما هو متعاقد معنا على مراحل وفترات آه أوكي متعاقد معنا على مراحل وفترات إنه هو مثلاً إيه؟ لو تصدر المجموعة في تصفيات كأس العالم لسه عنده مرحلة بلاي أوف فما ينفعش تفسخ الشرط الجزائي وتتفعل الشرط الجزائي لكن كمان فكرة إن منافسات كأس الأمم نظهر بالمستوى ده وما ينفعش تحسبه عليها دم الصح ولما تقول الشرط الجزائي سنة ونص تبقى للتصرحات اللي قال على الحج عامر حسين ده مش منطقي لما تيجي تنضي أو تعمل عقد بالشكل ده مع مدرب وانت ماشي بعد شهر أو اتنين أدبياً لازم ترجع لجميع الجهات المختصة في هذا الأمر عشان الناس كلها تبقى عارفة إيه اللي بيحصل في هذا الموضوع كل التوفير المنتخبنا مباراة غينية بيساوي السودان إن شاء الله نكسب ونكمل بس هي الشكل العام والصورة مش حلوة خالص بصراحة للي شفناه بارح لقيمة ومكانة واسم مصر في المحافة القرية والدولية أخرج